فإذا المقصود في التعامل مع هذه المصيبة أو مع ما نكره من المصائب هو أن نعمد إلى أمور نحول بها هذه المصائب إلى منح ولعل السؤال هنا هو المهم يتبادر كيف نستطيع أن نحول المصائب التي تقع لنا في أنفسنا أو في أهلنا أو في أموالنا أو في مجتمعاتنا وفي دولنا وكيف نحولها إلى منح نجري من ورائها خيرا عظيما كما بشر الله تعالى بذلك فهنا نجد أن القرآن الكريم بيّن لنا الخطوات التي ينبغي أن نسلكها حتى نحول المحنة إلى منحا ما هي الخطوات التي ينبغي أن نسلكها الخطوة الأولى أن نوقن بأن كل شيء يقع في الوجود هو بإذنه تعالى لا يمكن لشيء أن يقع في هذا الوجود ولو ورقة من شجرة ولو حبة تسقط من صخرة وأي حركة أو سكون لا يمكن شيء من ذلك أن يقع في هذا الوجود إلا بإذن الله وهنا يأتي إيمان المؤمن ويقينه قال تبارك وتعالى في سورة الأنعام يقول عز وجل وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين ماذا أبقى الله يعني ما الذي يخرج من هذا الكلام الجامع المانع من الأشياء التي يمكن أن تقع بغير علم لا شيء الأشياء هكذا إما في السماوات وإما في الأرض إما رطب وإما يابس إما في الليل وإما في النهار إما صغيرة وإما كبيرة إما في الظلمات وإما في النور أنظر إلى لقمان عليه السلام رضي الله عنه الحكيم وهو يعظ ابنه مهد له بماذا قال يا بني إنها إن تكو مفقال حبة من خردل فتكن في السماوات فتكن في صخرة في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير فالإيمان بأن الله سبحانه وتعالى قد أحاط بكل شيء علما وأنه لا يقع في الوجود شيء إلا بإذنه سبحانه وتعالى هذه مقدمة مهمة أساسية لطمأنينة القلب إلى أقدار الله الأمر الثاني أن المصيبة التي يقعها الله عز وجل سواء في أنفسنا خاصة أو في مجتمعاتنا عامة أن هذه المصيبة أنها لحكمة يريدها الله فلا ينبغي أن نظن أن الله عز وجل يريد بنا سوءا أو أنه عز وجل يريد شرا لا هو يريد من وراء ذلك خيرا ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح والشر ليس إليك الشر ليس إليك يعني لا يمكن لله أن يكون في قضائه شر نعم هناك شرور مخلوقة وعلى رأسها إبليس اللعين والأوراض والأوبئة والأعداء والكفار والمنافقون هذه كله شرور لكن هذه الشرور لا يأتي من ورائها إلا خير ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام يعني قال صلى الله عليه وسلم والشر ليس إليك والجن المسلمون ماذا قالوا وأننا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا فلما ذكروا الشر جعلوه مبنيا للمجهول يعني لمن لم يسمى فاعله تأدبا مع الله ولما ذكر الرشد والخير نسوه إلى الله عز وجل وهذا من قولي صلى الله عليه وسلم والشر ليس إليك قال تبارك وتعالى في حكمة المصائب ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها أي هي مكتوبة إن ذلك على الله يسير لا تظن هذا الأمر صعبا على الله عز وجل هو أمر يسير عليه سبحانه وتعالى طيب لماذا يا رب لماذا هذه المصائب تقع علينا قال لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فقور لكي لا تأسوا على ما فاتكم تحقيق الانضبط النفسي أيها يعني هنا لا ينبغي يعني الأسى والحزن على شيء فاتك مما كنت ترجوه أو تظنه خيارا لتعلم أن هذا الذي وقع إنما هو بأمر الله عز وجل فيذهب هذا الأسى وتذهب هذه الأحزان وتخف وطأتها وطأة المصائب على الإنسان ثم أيضا إذا أوتي الإنسان نعمة رزقك الله سيارة بيتا زوجة ولدا لا ينبغي لهذا الذي أعطيته وهو من قدر الله أن يكون سببا في خيالائك وفي فخرك الذي يخرجك يعني الذي يوصلك إلى الغرور ويجعلك تتشبث بهذه الأشياء وتظن بأنها هي خالدة لك أو بأنك مخلد لها لا يعلم بأنك إذا أعطيت هذا الشيء اليوم هذا الشيء قد ينزع منك غدا أنت أعطيت الولد اليوم قد يذهب هذا الولد أعطيت المال اليوم قد يذهب هذا المال أعطيت الجاه أعطيت الجمال أعطيت المكانة هذا هذه كلها منح الله ونعم الله قد تزول فإذن أنت ستتوابع وستشكره الله تعالى حيال هذه النعم فتجعلها فيما يحب الله ويتأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور ولذلك هنا يأتي من هم المختال الذين يبخلون ويأمرون الناس بالنغة هؤلاء الذين إذا أعطوا الأموال وأعطوا الأشياء يمسكونها خوفاً من ماذا؟ من ذهابها فالله عز وجل ينهاهم عن هذا الخلق الذمين إذن أول خطوة من الخطوات أن نوقن بأنه ما يقع في الأرض والسماوات هو بإذن الله تعالى وبعلمه والخطوة الثانية أن نعلم أن المصائب تقع لحكمة طيب من هذه الحكم بالنسبة للمؤمن هو تمحيص إيمانه الله عز وجل يريد أن يمحص قال عز وجل أم حسبتم أن تدخلوا الجنة؟ ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين وقال قبلها إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس يعني مرة تنتصرون مرة تهزمون مرة يأتيكم الغنى مرة تصابون بالفقر مرة تصحون مرة تمرضون طيب لما قال عز وجل فقد مس القوم قرح وتلك الأيام نداولها بينهم وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء حين يقع القتل من الأعداء لكم إن الله يريد أن يصطفي منكم شهداء فكيف تكون الشهادة بغير قتل؟ لن تقع الشهادة التي هي أعلى المنازل عند الله عز وجل ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله ولذلك شهداء أحد لما وجدوا الجنة وأن الله تعالى أدخلهم الجنة وكلمهم كفاحا قالوا يا ربنا أرجعنا إلى الدنيا لنقتل فيك طيب هذه الشهادة كيف تكون من غير مصيبة من غير قتل ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويبحق الزافرة لنفسك شكرا